في العام 2016 ورغم التقدم الكبير الذي أحرزته النساء في لبنان على كافة المستويات إلا أن مشاركتهن في القرار السياسي ما زالت أقل من محدودة سواء كنا داخل الأحزاب أم خارجها واقع دفع مفوضية شؤون نسائية في الحزب التقدمي الاشتراكي بالتعاون مع شبكة ثائرة لإطلاق مشروع مناهضة العنف السياسي ضد النساء داخل الأحزاب وخارجها لبنان من الدول العربية اللي النساء ما بيتبوقوا مناصب بالسياسة عالية وأحد الأسباب هو يمكن العنف السياسي وعم نشهد هذه الظاهرة عم تشهد هذه الفترة ومشوف كيف بالإعلام عم بيتعرضوا للنساء للكثير من العنف عندما يتحدثون بسياسة عم نجاوبهم بطريقة عنفية ومش عم نتوجه لخطابهم السياسي بل عم نتوجه بالشخص إلن وهيدا أحد يعني أحد أوجه العنف السياسي اللي بتواجهه المرأة اللبنانية أهم التحديات اللي عم تواجه النساء وبتعيقهم من الوصول لأمكان صنع القرار بالحياة السياسية هي العقلية والعادات الزكورية يالي بعدها السيدة بالمجتمع اللبناني يعني بعدها المرأة محكومة بالأطر العائلية بعدها ما عندها حرية تأخذ القرار إذا بدها تشارك بدها تسأل زوجها بدها تاخد موافقة عائلتها وبس تفوت على الحزب كم يم ترجع بتواجه نفس العقلية الزكورية لناحية تقدمها داخل أنظمة الحزب نحنا مع منظمة ثائرة وبتمويل من وست مينستر فونديشن هيدا المشروع هو للحزب التقدم الاشتراكي ولكن نحنا ما مننكر ولا منتخلى عن دورنا الوطني بهذا الموضوع رح نكون عم نشرك بعض الأحزاب السياسية معنا وحتى دراستنا رح نخلي الأحزاب السياسية الأخرى اللبنانية أنها تستفيد منها هذا المشروع المتكامل الذي انطلق من خلال ورشة حوار تفاعلية سوف يستكمل من خلال إعداد مدربات يتولينا نقل الورشة إلى مناطق انتشار الحزب وذلك بهدف استطلاع واقع الحضور النسائي والوقوف على الأسباب الرئيسية التي تحول دون إقدام النساء على العمل السياسي وحصر نشاطهن بالجوانب الاجتماعية والبيئية وغيرها وسوف ينتهي التدريب بدراسة علمية يتم إطلاقها وتفعيلها من أجل الوصول إلى حلول تشريعية وقانونية وإجرائية تضع حدا لكافة أشكال العنف السياسي بحق النساء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا